خبر اخر احمد فتوح وحكاية احمد فتوح والمشكلة اللي حصلت والحادثة اللي عملها ووفاة احد الافراد على طريق الساحل بعد حادثة عملها مع احمد فتوح بسيارته اللعب زي ما قلت لكم امبارح تم حبسه اربع ايام على زمة التحقيق في هذه القضية وعملت تحليل اللازمة واثبتت انه في مشكلة التحليل كانت ايجابية بتاع تحليل المخدرات واللعب قال انها ادوية البرد عشان ادوية البرد بحسن ما بعض الناس قالوا انا معرفش بصراحة علميا وطبان تمشي ازاي بس ادوية البرد تعطي نفس نتائج التحليل بتاعت المخدرات طوعة نفس النتائج المشكلة التانية اللي بتواجه فتوح انه كان ماشي بسرعة زايدة على الطريق يعني تم اثبات انه كان ماشي بسرعة زايدة عن السرعة المقررة عموما هو فكارب زي ما قلت لكم من باله هو فكارب ربنا يعينه وربنا يعني يعديه من الكصة دي ما نقدرش نقول اكتر من كده دلوقتي ربنا يا رب يرحم الراجل كمان اللي فقد حياته على الطريق ما تقدرش تقول اي حاجة غير لما تحيات تخلص ده بس ملخص الموضوع فكرة انك تتكلم دلوقتي او تعمل ازمة دلوقتي بخصوص هذا الامر حاجة في منتهى الصعوبة اشتركوا في القناة